24-12-2011 بنيبتدي يومنا كالعادة بفقرة الصحافة وزي ما قلت في المقدمة الحمد لله ان يمبارح يوم كان جميل ولطيف جدا ان كل واحد بيعبر عن رأيه اذا كان في مدان التحرير او في مدان العباسية ومر بسلام والرسائل اللي كانت بتتقال وصلت لجميع الجهات اللي طالبين ان هم يوصلوا لها آراءهم معايا فقرة الصحافة النهارد الأستاذ عادل السنهوري مدير تحرير العام بجريدة اليوم السابع صباح الخير يا فن صباح الخير هشرف صباح خير لكل مشاهدين كل سبا طيبين نزبط عياد الملاد المنيد آمين يا رب يا رب عياد جميلة علينا جميعا يا رب وكل سنة وحضرك طيب نبتدي عندنا 8 أخبار النهاردة نقناهم من جرائد مختلفة من الشروق صفحة أولى مصر تنتفد لشرف بنتها المصر اليوم صفحة أولى العباسية يهتف ضد التحرير ويطالب ببقاء العسكري اليوم السابع صفحة أولى في جولة الإعادة الإخوان يكتسحون والسلافيون يتراجعون والليبراليون يخرجون من المنافسة المصر اليوم صفحة أولى تحقيقات التمويل الأجنبي منظمات وأشخاص حصلوا على 1.7 مليار جنيه الشروق صفحة أولى مصادر أمنية مخطط لأعمال إرهابية سياسية في رأس السنة اليوم السابع صفحة ثلاثة بالمستندات جامعات أمريكية وقطرية تدعو علماء مصريين للهجرة تحت شعار اهربوا من الفوضى الشروق صفحة ثلاثة وفاة الدكتور محمود حافظ حزنا على حريق المجمع العلمي الأهرام صفحة أولى فريدة تحصد سبع ذهبيات ومصر تحلق منفردة في الدوحة سوز عادل أول خبر معنا الخاص طبعا بالمظاهرات الكثيرة اللي طلعت في عدة محافظات في مصر وفي التحرير وفي العباسية الشروق صفحة أولى مصر تنتفض لشرف بنتها يعني بالتأكيد احنا مبرح لنشوفنا مشهد بتكرر للمرة التانية في التحرير وفي العباسية يعني بالتأكيد يعني احنا ضد كل الانتهاكات اللي حصلت ضد العنف المفرد المسألة احنا نتمنى الآن بعد المشهد بالأمس لانه التحرير والعباسية لا نريد ان احنا نصل الى مسألة انه هناك فريق نادي بالبقاء العسكري هناك فريق ضد المجلس العسكري المسألة ليست هذا هو الهدف الاسمى اللي احنا بنسع إليه يعني طبعا بالتأكيد يعني انا مع المظاهرات اللي تمت في التحرير ضد كل الانتهاكات اللي تمت ضد انتهاك او تعريق فتاة بغض النظر عن ملابسات والأسباب او الظروف ولكن في النهاية دي يجب ادانتها على كافة المستويات لانها بتتنافض اكيد مع حقوق الانسان ومع حقوق اي شيء يعني لكن في النهاية اللي انا اقصده ان انا يعني في الاجمالي ان احنا في النهاية يعني قدامنا هدف يعني قدامنا هدف اسمه هو تمكين هذه الثورة وليس الدخول في مواجهات يعني سواء ان احنا نخرج بمظاهرات لا احنا مع العسكري لا احنا هدف العسكري المسألة دلوقتي المسألة ليست العسكري في حد ذاتها بالتأكيد هناك حدث تجاوزات يجب محكمة المسؤول عنها ودي مسؤولية المجلس العسكري والمجلس العسكري اعترف بها في المتمر الصحفي اللي عمله اللي هو عادل العمارة ولكن احنا علينا نقدم المسؤولين من اصدر الاوامر من قامة بهذه الانتهاكات الى اخره لكن الهدف الاسمه الان هو التمكين هذه السورة احنا قمنا من اجل اهداف نبيلة جدا في التغيير وفي العدالة وفي الاصلاح اقول لي سيادة كاسو سعيد بدون قضع كلامك هو الخبر التاني برضو اللي هو من مصر يقوم صفحة أولى العباسية يهتف ضد التحرير ويطالب ببقاء العسكري يعني الخبرين دور وراء بعد كده هم تابع نفس الموضوع انا عايز اعرف رأي حضرتك في انا قلت في المقدمة من شوية ان المطالب بتاعت العباسية والمطالب بتاعت التحرير كلها لو بصناها كده بهدوء هنلاقي ان المطالب هي المطالب اللي هنا لمصر في الاخر ما عادة حاجة واحدة بس ان رأي العباسية بيقول لا يعني يخليه العسكري والتحريب يقول لا نماشي العسكري هي يعني الاهداف نبيلة واعتقد المطلب واحد وهو استقرار هذا الوطن انه هذا الوطن انه يصير في مصار تحقيق الاهداف بغد النظر اذا كان العباسية دول مصريين برضو احنا مش عايزين نصل لمسألة الاقصاء ان انا اقصى طرف الحساب طرف لا هو مش اقصاء هو وجهات نظر في وجهة نظر هنا وجهة نظر هنا احنا مش عايزين ناخدها بعد ذلك عندما تتكرر ان المسألة ان انت بتاع العباسية او انت بتاع التحرير زي ما بعد التعليقات كانت بتقال بالامس احنا في النهاية واضح ان الهدف هدفنا كهدف كل مصريين واحدة الهدف هو العبور بهذا الوطن من هذه المازق وهذه الازمة وهذه المرحلة الصعبة جدا بالفعل يعني نحن دخلين على سنة دلوقتي ويعني هناك احساس عام انه لا شيء كثير تحقق من اهداف الثورة فاهمش عايزين نخش في اهداف فرعية وهي انه اه هناك عادة اسم المجلس العسكري او لا احنا مع المجلس العسكري ونخش فيه فيه تفرعات وفيه تفاصيل نعم بتأتي على حساب الاهداف الكبرى لهذه الصورة في النهاية الاهداف الاهداف واحدة قد يكون هناك خطين متوازين مابين من يؤدي المجلس العسكري او او اللي ضد المجلس العسكري في مدان التحرير في النهاية الكل هدفه انه 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 مصر تعبر ببسلام اه هذه المرحلة سواء كانت ست الشهور او سواء كانت اه شهرين فيعني ان انا بقول انا عايز اسأل سؤال بعد اذنك هل اه المطلب المختلفين فيه اهم من احنا نعرف فيه تمويل اجنبي لبعض الشخصيات في مصر او بعض الاحزاب في مصر هل الاختلاف اللي احنا وقفين عليه برضو في موضوع العسكري اهم من ان احنا نعرف مين اللي بيقتل المتظاهرين من ايام 25 يناير لحد دلوقتي هل برضو اللي احنا مختلفين فيه انا عايز بس اوصل لحاجة واحدة انه ما تيجي يعني نمشي في اللي احنا متفقين عليه كويس ونبعد عن اللي احنا مختلفين عنه دلوقتي دلوقتي الحالي ده 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 كلام حضرتك كلام اه بيقول انه مش عايزين نعمل تفرقة كلامة كلام جميل جدا وده اللي انا كنت عايز اكامل فيه هي المسألة احنا محتاجين دلوقتي لتوافق عام يعني حال التوافق احنا عم محتاجين زي مبارح كانت صراح للرئيس التونسي محتاجين هدنة سياسية واكتماعية محتاجين حال التوافق العام دلوقتي من القوة السياسية والقوة السورية والاتفاق على الالية او الشكل اللي حندير به المرحلة المقبلة ازا كان دلوقتي احنا خلاص او نجا جدول زمني احنا ماشيين دلوقتي في مصار انا اعتقد ان احنا علينا ان احنا نكمله هو امصار الانتخابات البرلمانية نعم نحنا انتهينا من التلتين فاضل التلت ثم بعد ذلك لدائنا المعركة الهم يعني انا شايف المعركة الهم ليس المعركة الانتخابات البرلمانية المعركة الهم الان محتاج بالفعل حالة التوافق السياسي والا والاجتماعي علشان المعركة اللي هامة هو دستور أنا محتاج دستور يحدد لي شكل المجتمع في المرحلة القادمة سلطات الرئيس ما قدرش أنا اختار رئيس للأمانة قبل ما يكون عندي دستور عشان نحدد سلطاته وإلا المسألة أنا أعيد إنتاج اللي فات فبالتالي أنا عندي معركة فمحتاج توافق عام عليها لا ندخل فيه تفاصيل أو تفريعات أو قضايا همشي وهو ده الخبر التالت اللي هو من اليوم السابع صفحة أولى سوري اليوم السابع صفحة أولى في جولة الإعادة الإخوان يكتسحون والسلفين يتراجعون والليبراليون يخرجون من المنافسة يعني هي طبعا المشهد للإعادة هو كلكت تاني مرة لا جديد المسألة بغض النظر أن احنا راضين عن النتيجة أو متحفظين عليها وإنما احنا احتكمنا للديمقراطية واحتكمنا للسنة فبالتالي الإخوان الأكثر تنظيما الأكثر حجدا اللي هم كانوا بيعملوا في الشارع أو الفترات اللي كانت قابليها هم بالفعل تحقق لهم ما أراد ولكن في وسط ده برضو ما ننساش أنه كانت هناك نمازج جاءت من الميدان ونقلت الثورة إلى ميدان السياسة واستطاعت بالفعل أنها تنجح رغم كل الصعبات والمشاكل ورغم كل الحج دبضها ورغم كل الشعاعات دبضها إنما استطاعت أنها تنجح لأنها بالفعل ماذا جاءت أو حقاقت المعادلة الصعبة من وجهة نظر المعادلة ما بين المثقف السوري أو الميداني إلى الرجل السياسي اللي هو قادر بالفعل أنه يواجه بمدام هناك تخطيط علمي سليم وده حصل فيه نمازج كتير جدا نمازج الدكتور عمر حمزاوي نمازج دكتور مصطفى النجار نمازج الدكتور عمر الشبكي في إنبابا وده كانت معركة هائلة جدا محمد عبداليم داود ونمازج كثيرة جدا يعني إحنا كان لدينا القدرة بالفعل إن إحنا نتحول من ميدان الثورة إلى ميدان السياسي أن ننقل الثورة مرحلة أخرى لأن المرحلة المراحل اللي جاية الميدين كثيرة جدا هننتقل إليها شيئنا أم أباين فقال ميدان السياسي بالفعل استطاع نمازج من التي تنتمي للميدان نتيجة مشرفة جدا ولكن إن احنا بنقول يعني أهلا وسهلا أنا بالعكسة مش متخوف مش متخوف أنا بشكل شخصي من القادم على من أراد أن تكون له يعني أنه يتفضل ويمارس سياسة وفقا للديمقراطية جهات عليا زي زمان جهات عليا جاي من انتخابات شريفة الشعب هو اللي اختار وهو اللي عايز أنا دي أقول لقاعدة بس أشرف إن التعليق على ده إن احنا عتقنا بعد هذه انتخابات إن هناك دروز كثيرة جدا علينا نستفيد من هناك طائرات لبرالية وطائرات يسرية عظيم نشوف إيه اللي حصل وإيه اللي اختار تقابناها وإزاي نحن نعدي نفسينا بعد كده إن نحن نمارس بلعبة ديمقراطية الصحيحة في المراحل القادمة أنا عندي سؤال واحد بس قبل ما ننتنقل للمصر اليوم والموضوع التمويل الأجنبي هو إحنا مش من ضمن الحاجات اللي إحنا كنا متضايقين منها في السنوات السابقة في مجلس الشعب إن طيار معين اللي هو الحزب الوطني هو الأغلبية بالزبط ده ساعتين كنا متضايقين بس لما تيجي لو جاء هذا حييجي دلوقتي بإذن الله المجلس الشعب اللي جاي واللاقي إنه الإخوان المسلمين هم المسيطرين بشكل كبير جدا أو مع السلفيين طيار معين يعني يبقى مسيطر على مجلس الشعب بهذا الشكل يبقى مش إحنا تقريبا لا 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 هناك مش عايزين نخلط لأنه مسألة ولا ده طبيعية لا 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 في النهاية إنه كان الحزب الوطني المنحل كان بينجح بأدوات وبألات كلنا عارفنا أنا عايز أقول إنه يبقى فيه حد بينقض بتأكيد في تنوع فيه ناس طيار تاني بقدامه بيعرف يقول لا أنت ممكن تكون صح ممكن تكون غلط إنه لنا صدر إنه كان المفروض يبقى فيه فيه تنوع ودي طبعا يعني محتاجة يعني دراسات وأبحاث وأعداد إنه إحنا نقدر نقيم نتائج لنهاز الانتخابات وإنه نبحث فيه أسباب الفشل وأسباب النجاح لكن برضو مش عايزين نخفل إنه في النهاية لا فيه نمازج دخلت اللي كنت لحقايت بشكل كويس الوفد أعتقد إنه حيحصل على رصيد معقول جدا عارف مين المصنوع الوحيد اللي قاموا بالثورة بجد في الأول الشباب الشباب اللي هم قابلوا الحكاية بالتأكيد نتمنى بالفعل نتمنى لكون هناك دموزج نمازج كثيرة جدا مش عايز الصورة ومجنين في البرلماء المصر اليوم صفحة أولى تحقيقات التمويل الأجنبي منظمات وأشخاص حصلوا على واحد وسبعة من عشر مليار جنيه يعني طبعا ده خبر مهم جدا يعني مش عايز برضو أبعده عن مسألة إنه الظروف السياسية الحالية هي اللي بتخلينا دايما نقول طيب الفلوس دي راحت لمين بالزبط اتصرفت في أي أوجه بتوظفها كان فين هل استخدمت لصالح أفكار معينة أم لا فأعتقد إن هي يعني بالتأكيد لما يطلع خبر زي دا لأن مسألة المدام هناك التمويل وفقا للقانون ومعروف ومكشوف عنه ما فيهوش مشكلة ولكن كم هذه الفلوس اللي دخل يجب معرفة دخل في أي فترة بالزبط هل الفترة الأخيرة دي في السنة الأخيرة دي وبزقة وقبلها واتصرف في أي وجه من أي دول وبعلى الأقل عشان مش عايزين برضو في النهاية نوجه للتماد بشكل عشوائي نجم نكون فيه نكشة فهية وفيه ضوح نعرف مين هذه الجمعيات أو هؤلاء الأفراد في أي الأوجه تم انفاق هذه الأموال ولصالح من هل تم بالفعل استخدامها استخدام الصحيح وفقا للقانون إن القانون لا يمنع فبالتالي هل كانت هذا فوق فوق القانون أو جاءت بشكل مخالف للقانون ولا لا إحنا محتاجين معلومات أكتر لأنه لسه أعتقد أنه خلال الأيام الجاية المفروض تحقق تكشف عن هؤلاء الأموال من ضمن الأخبار اللي غالبا إحنا القانين عليها طول الوقت إنه قال لك إنه يوم 25 يناير اللي جاي حيحصل فيه مشاكل والنهارده بيقول لك الشروق صفحة أولى